طيب خلينا نروح للسؤال اللي عندنا النهاردة سؤالنا النهاردة من أفضل أو من أفضل لاعب من الأهلي أمام بايرن ميونيخ من هو أفضل لاعب من النادي الأهلي من وجهة نظرك أمام بايرن ميونيخ محمد هاني هاندفليك تكلم عنه بشكل جيد جدا في المؤتمر الصحفي وقال إنه هو لاعب جيد جدا وشوفوا الاحترام والأدب من الرجل المدير الفني قال لك أنا مش عايز أقول إنه هو سهل إنه هو يلعب في أوروبا لأنه هو بيلعب في النادي الأهلي هذا هو الاحترام ما بين الكبار يعني لو حد عايز يفهم ويبص يبص على هذا الاحترام المدير الفني بيتكلم إزاي بمنتهى الشياكة وبمنتهى الاحترام قال لك لا أنا مش هقدر أقول يلعب في أوروبا لأنه بيلعب في النادي الأهلي هذا هو الاحترام وهذا هو الفارق ما بين الكبار وغير الكبار ده سؤالنا على السوشيال ميديا النهاردة وبالمناسبة برضو نهاردة كابت الخطيب طبعاً كابت المحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس باعتة النادي الأهلي الخطيب يوجه الشكر لرومانيجا ويهنئ بايرن بنجاحاته الكبيرة الكبار لما بيتكلمه دايماً لما تلاقي اتنين كبار بيتكلمه لما واحد يقول الأول شكراً تلاقي التاني بيرد عليه ويقوله شكراً برضو فبما أن رئيس مجلس أو رئيس نادي بايرن ميونخ بيتكلم ويكلم عن النادي الأهلي بمنتهى الاحترام والأدب ويكلم على كابت الخطيب بمنتهى الاحترام طبعاً لأن دي ناس محترمة ومؤدبة وناس كبيرة مش هقول أكتر من كده فكابت الخطيب وجه رسالة أو وجه كلام خلينا أقوله لحضراتكم واحدة واحدة وجه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي التحية لأسطورة كرة القدم الألمانية والرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ كارل هينز رومانيجي مؤكداً تقديره الشخصي والنادي الأهلي لبطل أوروبا وتعاونه وتعامله الراقي وهنأ الخطيب بطل ألمانيا وجه مهيرو على النجاحات الكبيرة التي يحققها على كل المستويات المحلية والقرية في وجود منظومة عمل محترفة ومحترمة وتملك كل مقاومات التفوق وعلى رأسها النجب التاريخي لبايرن ميونخ رومانيجي الذي يعرفه جيداً ويعتز بعلاقته التي توطدت عندما قام رئيس نادي الأهلي بزيارة بطل أوروبا قبل سنوات وشهد على نجاح منظومة العمل في بايرن التي تعمل دائماً على التطوير دون سقف للتموح والتي تم ترجمتها في الفترة الأخيرة بالألقاب المحلية والقرية التي حصدها بطل ألمانيا عن جدارة واستحقاق كما خاصة بالتهنئة صديقه نجم الباباريا السابق الذي يلعب دوراً كبيراً في هذه النجاحات كارل هاينز رومانيجي والذي يتوجه إليه بخالص الشكر والمحبة على تقديره وناديه للنادي الأهلي وحديثه الراقي عن بطل إفريقيا بعد المقابلة التي جرت بين الفريقين أمس في كأس العالم للأندية وأضاف أنه سعيد بالعلاقة المتميزة بين الأهلي وبايرن ميونخ وتمنى كل التوفيق لبطل أوروبا في اللقاءات القادمة آخر حاجة هقولها في هذا الموضوع عندما يتكلم الكبار تجد لغة الاحترام هي التي تسود عندما يتكلم الكبار تجد لغة الاحترام هي التي تسود دون أي شيء آخر مش عايز أتكلم في هذا الأمر مرة أخرى وزي ما قلت لحضراتكم أنا دايماً حبق أرد فعل عمري ما حبق أفعل لأننا متعلم داخل النادي ده وداخل عندنا مبادئ معينة بنقدر نرد من إطار من خلالها وفي هذا الإطار عمرنا ما حنخرج من هذا الشكل للشكل اللي حضرتك عايز تخرجني لي